وعلى ذكر التركيز كمان ده في طلبة وطالبات كتير قوي بيشتكوا ان هما مش عارفين يذكروا ان هما مش عارفين يركزوا سواء في البيوت او حتى هما عادين في الفصول طبعا نتيجة حاجات كتيرة جدا جدا عدم التركيز قلد النوم، الضغوط النفسية، المذاكرة للتفكير الكتير كل ده ما بيريحش الدماغ لازم دماغي ترتاح لازم انام 8 ساعات على اقل في اليوم كمان التركيز ليه حتة كبيرة جدا انه نقص معادن فيتامينات المخ محتاج فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه لان فيتامين بي هو اللي بيصلح لي الخلايا العصبية المخ محتاج فيتامين اي فيتامين اي من اهم الفيتامينات اللي بتعمل على عدم اكسادة يمكن اكلنا المثبت، بلاش في النبي مثبت كتير اكلنا مثبت كتير لا دكتورا ما انتي سحبت مننا السكريات وسحبت مننا المثبت بالمعقدة انت عارفة ثقافتنا كمصريم في الاجتماعين وبعدين مش كل المصريين بس فيه فئة معينة بتعز الاكل قوي بتعامل معها بحب بيحصل ايه بعد كده وتلاقي بقى صنية مش عارف ايه بالايه وبرمد مش عارف ايه بالايه طيب لما نوصل للخمسين بيحصل ايه مش بيحصل كوليسترول عالي اه طبع بيحصل سكر طبع بيحصل امراض قلب بيحصل تصلب شرايين بيحصل لا قدر الله جلطات في الدماغ فكل ده من التسبيك التسبيك والزيوت المهدراكة والقلي كل الحاجات دي بتعمل اكسادة رهيبة وبتطلع خلايا حرة بتعمل التهابات وكمان بتوصل لكانسرز يعني مثلا لو هتكلم على قصة الكانسر بيقولك ايه بيجيناتك يعني ايه اي بيجيناتك لو الكانسر عند اي حد وراسة انا عندي مثلا احد ناس في العيلة جالهم الكانسر فممكن اكون حملة الجين الجين لن ينشط لو انا ما عملتش مسببات السرطان زي السجير مثلا مسبب كبير للسرطان زي الاكل اللي فيه رصاص زي الاكل اللي فيه زيوت مهدراكة لو انا عندي الجين ومشيت على اكل صحي مايجيش سرطان لان الجين بيبضل كامل كذلك السكر مثلا بيبقى ايبي جيناتك كذلك الشعر مثلا لو جين لو عند الرجال جين الصلع طبعا الستات ما عندهم جين الصلع انا هتكلم مرة على موضوع الشعر دي مش مصلح الزق الستات ما عنده جين كوني عن شوية مناظر عجيبة ما عندهش لك انديم الرحمة ربنا طبعا ان احنا ما منصلعش الا لو عندي امراض منعية هنتكلم عليه لكن الراجل لو عنده جين الصلع ومعملش العوامل الخارجية البيضة مش هيحصل له صلع زي ايه العوامل الخارجية اللي برضو الاكل مستحي لسترس حاجات كتيرة جدا جدا الشامبوهات اللي فيها فورمالين وصلفيت وبارابين كل الحاجات دي لو انا عرفت اكل اكل صحي وامشي على قلب مالتي فيت وانام فترات كويسها وامنع السترس جين الصلع هيفضل كامل لكن اكيد لو حصل صلع للرجل لا غنى عن زراعة الشعر لا غنى جين الكرشة اخبار وإيه بقى ولو بنكلف بقى شوية السوابت اللي عند ناس كتير جدا مننا الحلوة في قلب مالتي فيت انه بيدعم جدا التمثيل الغذائي مشكلة الكرشة مشكلة كبيرة عند ستات وبنات ورجالة وكل الاعمار وحتى لما منخس اكتر حاجة ما بتنخسسها هي الكرشة مهم دهون البطن يا كريم مهم جدا نتكلم عليها لان هي اخطر دهون اخطر من دهون الدراع اخطر من دهون الارداج واصعب حتى لما تيجي تتحولي رياضيا تتخلصي منها دائما تبريناتها صعبة طبعا والدهون دي بتخلي ما فيش طاقة خالص انا مش قادرة اقوم لازم نلعب رياضة كويس لازم نقضي على دهون البطن لان البطن فيها المعدة والكبد والبنكرياس ما ينفعش يبقى فيه دهون البنكرياس لو علي دهون هيجيلي سكر مش عارف يشتغل ويفرز انسولين مهم جدا ان احاول انزل البطن انا يعني نحنا ما نكونش حتى بالليل وبلاش مسبك وبلاش سكريات زي ما انا قلت ونعمل الرياضة الرياضة مهمة للسترس مهمة ان انا اقلل افراز الكورتيزون مهم جدا لان الكورتيزون لما بيعلى في الجسم وبيعلى في المخ عدم تركيز كسل خمول واحنا محتاجين تقطنا عشان ننتج في المجتمع ونحقق اهدافنا انا لو ما عنديش طاقة مش عارف اشتغل طبعا والطاقة كمان مش عارت الواحد لما عنديش طاقة بيقاش عارف يتكلم حتى هو ده بقول لك ولا يتكلم ولا وتعاملك مع الاخرين بيبقى صعب جدا ربا ثقتك في نفسك بتحتز يعني ايه ابقى نايمة من الليل للصبح واصحى مش قادر اعمل حاجة دي كرثة فبنصح كل الناس وكل مشاهدين قناة الاهلي يبدأوا ياخدوا القلب مالتي فيت لان زي ما قلت فيه كل الفيتامينات والمعادة من فيتامين اي فيتامين سي مهم جدا لانه بيساعد على امتصاص الحديد وليه اهمية انه هو بيحفزلي على انتاج الكولوجين يمكن ساعات موضوع التعب انا اصلك عظمي بيوجعني مش قادر انزل فبيجي لك كسل العظم محتاج كالسيوم محتاج فيتامين سي عشان يحفزلي على الكولوجين طب هو الكولوجين مهم للعظم تسعين في المية من بروتينات العظم والغضريف عبارة عن كولوجين اشتركوا في القناة